أكدت لجنة العفو الرئاسي أنها نصقت مع الجهة المعنية بالدولة للإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا وذلك بعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة وأشارت اللجنة إلى أنها مستمرة في التنصيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة متوجهة بالشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المستمر للجنة كما وجهت التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة